أعزائي المشاهدين والمستمعين من حقيقكم عبر إذاعة صوت ابنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نحكي فيها عن ما بعد الحرب يعني مين بده يعمر لبيوت المهدمة على مساحة الوطن من الجنوب إلى البقاء إلى الضحية الجنوبية شو دور الهيئات الاقتصادية اجتماعات خلية نحل برلمانية وبين بعضهم البعض تحضيراً لخطة إنقاذ من الوضع اللي نحن عايشين فيه كي بدأت تترجم كل هالأمور ماذا عن الدول الخليجية اليوم هل رح تتدخل مثل الـ 2026 لتساعد لبنان عنا وين اليوم رح نستعرضها مع ضيفنا لرزق رئيس هيئة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أما الملف اليوم فهو عن الكهرباء وفاتير الكهرباء أعطال الكهرباء شركة كهرباء لبنان أو مؤسسة كهرباء لبنان ما عم تشبه بالمناطق اللي فيها حرب وماء أكتر كيف اليوم رح تقدر وزارة الطاقة تشتري الفيول ماذا عن الفيول العراقي ليش اليوم الصرخة طالعة وتحديداً بمنطقة البترون عن فوتير الكهرباء المخفية والملغومة واللي ما إلى أساس اليوم هل اليوم الكهرباء هي على طول منقول موضع مذري ما منعرف أي ساعة منغرق بالعتمة كان ساعتين مع أنوا وعدونا بـ 8 ساعات اليوم شو الوضع بظل الحرب هذا رح نستعرضه كمان مع ضيوفنا اليوم الخبير من المعهد اللبناني لدراسات السوق غسام بيضون كمان رح يكون عنا المهندس جورج معوض المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان أهلا وسهلا فيك اللي رزق رئيس هيئة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية خلي ليكي بشكيك على الإضافة يعطيك على الفعاق أهلا يا فيك اليوم يعني بارح كان فيه اجتماعات كتير للهيئات الاقتصادية شو بدكم شو عم تشتغلوا شو مشاريعكم نحنا اليوم بيوضع مذري شو دور الهيئات الاقتصادية اليوم لأنقاذ ما تبقى من إنقاذه اقتصاديا هذا شي طبيعي أنه الهيئات الاقتصادية تقوم باجتماعات مفتوحة وكان كمانا كانت رئيس محمد شقال ألف لجنة طوارئ بالهيئات الاقتصادية لمتابعة الأمور والتطورات مع الكوى السياسية والكوى المعنية لأنه اليوم الكطاع الخاص هو أم الصبي هو الكطاع المسؤول عن جلب الأموال اللي حاجتها لألة الدولة لتغزي موازنتها وإذا كان الكطاع الخاص ليس بخير فكل لبنان لن يكون بخير من هون الهيئات الاقتصادية هي معنية مباشرة بالأزمة اللي عم بتصير بالبلد واللي عم بتطالق الكوى التعاطل الإنتاجية من سياحية وخدماتية وصناعية ما في شك اليوم التراجع الكبير بنتيجة الأعمال لم تشهدها البلاد أبدا تشهدناها بالألفين وستة ولا لا أبدا أبدا يعني الأضرار كتير كبيرة 30-40% تراجع اليوم عم تحكي 80-90%-70% ببعض الكطاعات وفي بعض الكطاعات رايح على الإفلاس إذا استمرت الأزمة ما يعني الإفلاس ومن القطاعات اللي رايحين على الإفلاس؟ أكتر شيء اللي عم ينضر للخدمات والسياحة والريتيل كطاع التجزئة لأن اليوم المواطن ينصرف على الأشياء الأساسية اللي هي مواد غزائية واللي هي المواد اللي بيحتاجها مثل مزود مثل مادة الفيول والبنزين بينما الريتيل كل المحلات التجزئة البايع الأشياء اللي عادة الناس بتصرفها لحتى اللبس هذا كله عم بعيني حتى الكطاعات الخدماتية مثل الكطاع المطاعم كطاع الفنادق ينوق تحت أعباء تكاليف كهربائية بما أنه عم نحكي عن شركة كهرباء اللي أنا بسميها وعم يطلبون ويدفع فوتير وعم يطلبون ويدفع فوتير طائلة يعني عندك ساعات اشتراك مثل ما قالنا مبارح النائب بير أشأر باجتماع هلأ اليوم رح يكون لنا اتصال معنا إنه ضروري لأنه اليوم التكاليف الكهرباء اللي هي مغارط علي بابا والله واحده بيعرف كم حرامي بقى يعني عندك قتال أجار كلفة أجار ساعته 35 ألف دولار بالشهر وقتال مسكر يعني هذه كلفة أجار الساعة ما عمل كلفة تشغيلية وفيه فنادق مع كلفة المزوت وكلفة تشغيلية الكاربة ما عم تكون طائلة بيظل انعدام حجوزات فندقية يعني عن نسبة الحجوزات فندقية نتيجة عدم مجيء لا اللبناني والانتشار ولا السوح لا الخليجية ولا غير الخليجية ولا النازحين الناس حين استعملوا الفنادق ببداية النزوح ولكن لما طالت الأزمة بلش يروحوا على الشقق ما فيون يدلهم بالفنادق لما ادي أطول فأول فترة النزوح كان بعد فيه بعض العيال الميسورة اللي لجأت إلى الفنادق ولكن هناك قطاع المطاعم هناك قطاع السياحة قطاع عجار السيارة قطاعات كتير مترهلة وعم تطلع صرختهم طيب شو بتقدروا تعملوا اجتماعات مبارح شو بدوا ينتج عنها شو يعني اليوم تحضيرا إلى وضع خطة نهوض اقتصادي يعني هيدا كلمة فطفاضة استاذ إلي رزا يعني كيف أنا شو هي خطة النهوض الاقتصادي لهيئات اقتصادية بوقت يعني الدولة ما قدرت قلع بخطة التعافي الاقتصادي شو فيه اليوم الهيئات الاقتصادية عندها الكدرات وعندها الرغبة وعندها المصدقية مع الدول إنها تروح تسن قوانين مع الكوانيبية مع الكوانيبية مع الكوانيبية مع الكوانيبية مع مجلس النواب تشرع قوانين جاذبة للاستثمار قوانين ضرائبية تحفز الاستثمار عدة قوانين بدأ تحديث موجودة من العهد العثماني في لبنان للأسف لم يتم تحديثها زهابا إلى ماذا؟ خطة النهوط إلى جذب الاستثمارات مش يعني نحن ما بدنا يكون لبنان ساحة لاستجداء المساعدات بدنا نحوله إلى مساحة لجذب الاستثمارات ونحن قادرين كهيئات اقتصادية بعلاقاتنا الدولية إن كان مع دول خليجية ولا المجتمع الأوروبي ولا الدولي قادرين وعندنا مصدقية أنه نعرض كذا مجالات للاستثمار جاذبة لتلك الدول لأنه ما بقى فينا نحكي اليوم مع دول خليج مثل ما كنا نحكي من قبل إنه نوستلجي وعواطف وجبلنا بدمنا طرابه وصحن الحمص والتبولي اليوم بديك تطلع عند دول المجلس تعاون الخليجي أو الدول الأجنبية تعرض يعني المشاريع جاذبة للاستثمار وتقنعيهم إنه هني إذا استثمروا بتلك الكطاعات قداش بدوا يرجع لقالهم عائل لأنه نتمكن من نعمل هذا هذه الاجتماعات المتتالية اللي عم نعملها والهيئات مع الكتاة النيابية اللي هي مسؤولة عن التشريع وتحديث القوانين تحضيراً إلى ما بعد انتهاء الحرب لأنه لازم تحطي رؤية وخارة الطريق وتحضر حالك بعد انتهاء الحرب نحن ماذا نطلب من قوى سياسية إنه اليوم تكون مواقف سياسية بخدمة اقتصاد لبنان عوض عم بياخدوا اقتصاد لبنان رهيني لمواقف سياسية بعد القوى لكن ما تأخرتوا كثير يا استيزالي ما تأخرت هلاقات الاقتصادية اليوم تحكمونا بتحديث تشريعات وأوني لجذب الاستثمارات كان فينا نعملها من زمان لنجذب الاستثمارات لا ما كان فينا نعملها لأنه ليه ما كانت شو العوائق كانت كان عندك سرطان مستشري بالبلد ما كان عم بيخليكن أبداً وكان فيه عدم استقرار اليوم أهم عنصر جازب للاستثمار يعني هم نحكي ما فترة ما بعد الحرب ما بعد الحرب لما ما يعود فيه سرطان حاطت راسه على هذا الاقتصاد وعلى هذا البلد واخده رهيني ويعمل مشاكل مع دول خليج ويقحمنا بمعارك وأزمات في المنطقة بين سوريا واليمن والأزمات والعلاقات مع الخليج ومع المجتمع الدولي هذا السرطان كان يمنع علينا أن نذهب إلى تلك الدول لجذب الاستثمارات لأنه كنا نعتبر دولي غير مستقرة أمنياً أو سياسياً عندما ننتهي من هذا السرطان الداخلي ويعود إلى رجده ويصبح لبنانياً ويبتعد عن أيرانته ساعتها منقدر نرجع نحكي اقتصاد واستقرار لأنه بدك أنت دولي فيها استقرار بس كنا فينا نعمل بيئة حاضنة للاستثمارات نكون نحنا محضرين تشريعات وقولين حوالنا كتير وهيدي القوانين والتشريعات مع مجلس نواب كمان يعني حوالنا الكتير بينما أنت بتلاحظي ستنوال قداش كنا نعاني نحنا بعلاقاتنا مع الخليج كان كل ما يطلع الله يرحم ويرفع أصبعه من هون تنتهي العلاقة مع الخليج من هون حتى صار في عنا حذر وحذر من مجيء العديد من الجاليات الخليجية التي كنا نعول عليها لدعم الكتاعات الصيحية لم تعد تأتي إلى لبنان صارنا آخر سنوات نتكل على لبنانيون انتشار لدعم الكتاعات الصيحية بالمواسم صار اللبنان يجي للسعودي كان بايدر يجي وللإيمانها قبل الحرب مش لأنه في حرب لأنه كان عندنا سرطان موجود داخلنا وهذا السرطان يجب استقصاله وعم ندفع تمن للأسف بس لازم ندفع هذا التمن لأنه لو نحنا منعناه أنه ينتشر هالقد بجسمنا من القبل وما عملنا هاللعنة اللعنات على الدولة اللبنانية اللي هي الديمقراطية التوافقية ومن الأساس وضعناه لحد ما كنا وصلنا لهم بعدها بتقدر المؤسسات اليوم يعني تبقى صاندة إلى حين الحلول اللي عم نحن نحن عنها لا أكيد في العديد من هالمؤسسات للأسف ستتجه نحو الإفلاس في مؤسسات سارت عم تحكي تدفع نص رواتب بصر في مؤسسات ستدفع سارت 70% من الرواتب وما تنسي رجعت الرواتب الدولاري وصارت على الدولار مش متل الألفان وعشرين اللي كان بعدها بتدفعها باللبناني على الألف وخمسة وبعدها قادرة تحمل اليوم رجعت الرواتب طبع الموظفين عادي عادي بالدولار وكله الدولار السوق وما في إمكانيات وهذه ستؤثر على موازنة الحكومة مع أن الحكومة هاديك سنة بالعشرين وثلاثة وعشرين كنا عم نشهر نموم وكان في فائد بالموازنة 600 مليون دولار تمكنت الدولة من ترشيد النفقات ويعملوا فائد اليوم هل هناك قدرة أو بوادر على الدولة النتجة الموازنة أو الإرادات اللي حطتها بموازنة نحن من شك إن كان من الطرائب أو من الطفقة خاصة الاستيراد تراجع أو الإرادات عن طريق الجمرق والمرافق تراجعت لأنه اكتصر الاستيراد اليوم على المواد الغذائية الأساسية اللي هي مهفية من الرسوم ومن الجرام ناريك ومن الضرائب ولا بتعود هناك استيراد كتير على الكماليات اللي هي أصلاً بتجيب إرادات سوف يخاف كبير على تحقيق الإرادات المنشودة بموازنة 20-24 إذا استمرت الحرب على ما ينوي عليك يعني اليوم اللي عم تتحرك لايقات الاقتصادية لتحضيراً لخطة لأنقاذ الاقتصاد بوقت أنتوا استبعدتوا عن خطة التعافي الاقتصادي ما كانوا لكم دور ما قعدتوا مع مع يعني اليوم إن كان الوزراء المعليين أو برئاسة الحكومة على الطاولة لمشاركتكم بخطة النهود ليش تبعدتوا برأيك؟ الحمد لله اليوم دولة الرئيس نجيب مئاتي عم يصير فيه لقاءات متتالية مع الهيات الاقتصادية ومعنا ودايماً عم بيتلاقه الوزير محمد شئير وعم نروح نزوره كهيات الاقتصادية وصار فيه أكتر تعاون وطلاقة بعدة ملفات لأنه اكتشفت الحكومة إنه الكطاع الخاص ممثلاً بالهيات الاقتصادية هو شريك أساسي بأي خطة إعاد نهود اقتصادي ما فيها تعملها الحكومة أو الكوة السياسية باستبعادها للهيات الاقتصادية التي أثبتت عن طريق كل التجارب إنه تماسكها ووحدتها ووضوح رؤيتها والخارطة الطريق اللي بتحطها لأنه بتيجي ناتجي عن ناس عندها خبرة عندها باع طويل بمجال الاقتصاد مش ناتجي عن كوة سياسية لا تفقه بالاقتصاد شيئاً وبدأ تيجي تعلمك الاقتصاد نعم على كل حالة اليوم دي دول الخليج رح تقدر تساعدنا يعني هل ستنقى بنفسها عن مساعدة لبنان بإعادة الإعمار ما بعد الحرب يعني بإنقاذ لبنان بالمساعدات الإنسانية دول الخليج ما عم بتأثر أبداً للأسف نحنا بنأسف إنه الناس اللي عم تصلوا المساعدات بلما يشكروا دول الخليج عم بيشكروا الناس اللي دمرتهم وسببت بتدمير بلدهم وبالهم يعني للأسف في جهل عند بعض الناس إنه يا أخي أوكي على القليل يشكر هالشخص اللي وقف حدك وصاعدك وبعط لك هالطيارات اللي هني مشكورة دول الخليج يعني هذي ناحية إنسانية بس هذي ما إلا علاقة بحجم المساعدات أو طريقة الدول المجتمع الدول اللي بدوا يتعامل مع لبنان بعد انتهاء هالحرب لأنه نحن أمامنا خيارين يا أما اليوم في صراع بين منطقين في الدولة ست نوال منطق الدولة ومنطق الدولة إذا انتصر منطق الدولة دول الخليج هي التي تؤمن بمأسسة العلاقة بين لبنان ودول الخليج ستعيد النظر برفع الحذر رفع الحذر رفع كأي كانت معوقات تمنع عودة الخليجيين كمستثمرين أو كسائعين أو كأهل إلى لبنان إذا قدرنا نتمكن من أن ينتصر منطق الدولة على منطق الدولة كيف تبدو المقاربة الخليجية من التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان يعني حضرتك رئيس هيئة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية شو الدورة اللي بتكون تقوموا فيه إلى تحسين هالعلاقة على مستوى الدولة ما في شك دول مجلس العاون الخليجي تنظر إلى الأزمة أنه هناك مكون سياسي لبناني وعسكري هو الذي أقحم لبنان بتلك الحرب للأسف يعني حزب الله اليوم خلينا نفقد حجة الدفاع عن النفس لما هو بدر بالاعتداء وكان صلو صيني لليوم بدو يدعم غزة وإسناد غزة حتى الآن حتى اليوم يعني أنا بحيي الشعب الفلسطيني بغزة لأنه لما عم بيستشهد هالفلسطيني بغزة عم بيقول دفاعا عن غزة وفدى غزة وفدى فلسطين نحن اللي عم بيقتل عنا وعم بينتحر عنا لأنه ما بيعتبروا استشهد انتحار عم بيقول على طريق القدس وفدى السيد وفدى صرمات السيد وفدى السرامي واصبابيت بلما يكون استشهاد دفاعا عن الأرزي يعتبر استشهاد مثل الله يرحم الرائد محمد بركات اللي استشهد بالجنوب هذا استشهاد دفاعا عن لبنان بس انت رايع كرمان اسناد غزة واسناد هذا وما حدا عطاك التوكيل أنا كشريكك بالوطن طبعا دول الخليج يعني بدأت تنظر إلى أنه هذا المكون هو الذي بادر بالاعتداء على العدو الأسرائيلي للأسف بس هيدا هلأ الواقع اللي عم نحكي فيه دول مجلس تعامل الخليجي عم تعمل أقصى جهودة لحتى توقف في الحرب ماذا رح تعمل أقصى جهودة بالاقتصاد لا اليوم دول المجتمع الدولي هو اللي عم يتدخل حتى إيقاف الحرب والضغط على جميع الأفريقاء اليوم نحن بنطلب أنه الضغط على إيران أنه هي تمنع بقى التمويل المادي والتمويل المالي والتمويل العسكري للأزرع طبعا اللي هو ممثلا بحزب الله في لبنان ساعتها بيرتاح لأنه اليوم الحكومة اللبنانية عم تطالب تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته أليس الحريبي تلك الحكومة والمجتمع الدولي يعمل له رئيس نجيب مياطي أنت منع حزب الله أنه يطبي 1700 وحد قبل من منع العدول أسرائيلي أستاذ ألي رزق رئيس هي العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ما قبل الحرب غير ما بعدها أكيد لأنه ما بعد الحرب أمامنا فرصة إعادة بناء بالاقتصاد عم نحكي بالاقتصاد هي اليوم الدولي شو بدنا أن تضع سياسات اقتصادية نحنا ما بدنا ندخل السياسة على الاقتصاد لماذا غيرت هالخطة لماذا عم نتلق عبدالها هل هي بسبب عدم وفاة لهيئات الاقتصادية لا لا هني أولا ما شاركونا فيها ولم نطلق عليها وبعدنا قشة الأزمة وقشة الحرب اليوم لازم أن يكون هناك شراكب بين كطاع العام والقاس بتحديث الكوانين وسن كوانين تجذب الاستثمار والزهاب إلى خسخصة الإدارة نحنا ما منطالب بباع منتلكات الدولة ولا الأصول الدولة نحنا عم نطالب بخسخصة الإدارة لتجني أرباح لتحسين موازنة الدولة لأنه اليوم يجب إدخال الاقتصاد على السياسة ويجب أن نستبدل الحكي بالسياسة بسياسات بوضع سياسات بوليسيز لإحداث نموب المجتمع هذا هو الاقتصاد وكل الدول اليوم كل الحملات الانتخابية اليوم نشدها بالولايات المتحدة الأمريكية ماذا يتنافسوا المرشحين على برنامج اقتصادي لا يتنافسوا بيئة أو بيئة وخيئة أو من خيئة وأنا ما كان تاريخ عم يتنافسوا على مين يفتح فرص عمل أكتر مين بيكبر حجم الاقتصاد مين بيأمن الرفاهية والرفاهة لمواطنهم لكن قبل بدنا نعيد الأعمار اليوم لبنان مهبط ليوم في مناطق ممسوحة أمه وأبوها صحي من جنوب للبقاء للضاحية هل رح يقدر الوطن يرجع يقف على الجرية والمنتشرين بأفريقيا وبأسقاع العالم قادرين يبنوا وقدرين يعمروا بيوتهم لأنه اليوم ما في منشآت حكومية أو منشآت رسمية هي اللي تدمرت مش لبنان اللي تدمر دمر بيوتات ومناطق المتواجد فيها عناصر لحزب الله اللي هو للأسف أخذ المجتمع اللبناني والشعب اللبناني رهائن وما زال حتى اليوم بيحتمي بين المدنيين وبيحط فيها مستوضعات أسلحة وشفنا ما شفناه على كل أشاشات تليزيون كيف كان تطيروا فرقع يا بوشار كل ما تدروا بالعدو الأسرائيلي أي مستوضع اليوم أهل الجنوب وأهل البقاء نحن عندنا الإمكانيات كشعب لبناني وككتاع خاص إعادة بناء بيوتنا بدنا استقرار أعطونا الاستقرار توافق سياسي استقرار أمني خدوا من القطاع الخاص واللبناني والانتشار ما يضيش العالم قبل أن نذهب على دول الخريج أنا أولا بدأنا عن اللبناني المنتشر بأهمية إعادته إلى لبنان أنه يرجع يساهم بإعادة بناء لبنان وهذا قدرين نعمله لما ننتهي من هذا السرطان ونستقصر هذا السرطان ونعيد بناء دولة مؤسستية انتخاب رئيس جمهورية حكومة عندها رؤية ماذا عن اللبناني الموجودين بدول الخريج اليوم وساهمتهم بإنقاذ لبنان كمان بالضغط لحتى ننقذ اقتصاد الوطن يعملوا دور جدا جدا جبار وهيها المساعدات اللي عم تجي الإنسانية الخريجية وهني عم بيساعدوا من جيوبهم وعم بيتعاونوا مع الجمعيات الخيرية الموجودة في لبنان كمان لدعم اللبنان المواطن بهذه الأزمة بمساعدات إنسانية وهني اللبناني والانتشار موجودين بالخريج أو الموجودين بكل أسقار العالم أنا بقدر أكد لك ست نوال حاضرين إنه يرجعوا يستثمروا ببلدهم لأنه هالأدي بيحبوا لبنان وهالأدي مؤمنين إنهن بقدروا يرجعوا ينهضوا اقتصاديا بلبنان بس علينا نحن من بعد ما خلصنا من سرطان العسكر والهيمنة العسكرية والوصاية الإيرانية علينا الانتهاء من سرطان الفساد اللي كمانا كان عم ينهش بالجسم اللبناني أنت كان عندك سرطان اسمه وصاية إيرانية وهيمنة عسكرية على قرارات السلم والحرب تبع الدولة اللبنانية هل فينا منتهي اليوم من الفساد وما زالت على المنظومة هي هي أم نحن بإنتاج سلطة جديدة بها البلد أكيد رايحة على إنتاج سلطة جديدة وأكيد الناس وعيت وأكيد الناس سمعت وإشعيت وشافت وصار في محاسبة يعني صار الناس عند الوعي الكافي إنه تعمل محاسبة وأكيد بدنا روح على انتخاب رئيس جمهوري وإعادة مأسسات الدولة وإعادة الحياة إلى الدولة وأنظمتها وحتشوف في تغيير تدريجي بالإيداء إذا ما قدرت تغييرت الشخص بغير بإيداءه في أوقات مش ضروري تغير الشخص بري يغير إيداءه وبيكون أحسن ويكون صار عنده خبرة نعم أو شبع من السر أو صار عنده خبرة يعني حسن ما تجيبي واحد جديد جيعان بدير جايس رؤى عن جديد يعني الخليجية إلي رزق أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان أصدقائي المشاهدين والمستمعين بدنا نفتح ملف الكهرباء فوتير الكهرباء صرخة الفنادق وأيضا ساعات التغذية وعدم الجباية تابعونا بعد الفاصل مع الخبير بالمعهد اللبناني لدراسات السوق سان بايدون المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس جورج معوض ترجمة نانسي قنقر